بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عزائي طلبة الفيزياء النووية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في المحاضرات السابقة والمحاضرات السابقة كنا نتحدث عن نظام الديوترون وديوترون هو أبسط نظام نووي كما ذكرنا وافترضنا أن البوتينشل الذي تقع فيه جسيمة الديوترون بمعنى آخر البوتينشل الذي يؤثر فيه إحدى الجسيمات على الأخرى افترضناه على أساس أنه كما يأتي فأخذنا الحلول داخل هذا البئر وأخذنا الحلول خارج هذا البئر وتوصلنا إلى المعادلات التالية هذه الحلول حيث أن U of R اللي هو عبارة عن أو جزء للرادل بارت من معادلة شرودينجر حيث وجدنا بأنه إذا كنا داخل البئر فإن فإن البوتينشل سيكون على الشكل التالي A sin K1 R والK1 كما ذكرنا سابقا هذه عبارة عن K1 التذكير اللي هي عبارة عن جذر 2M اللي هي الradius mass أو reduced mass 2M في V0 ناقص E0 E0 على H-bar تربيع فكانت هذه المعادلة اللي هي عبارة عن الصنوصويدل متذبذبة متذبذبة داخل البئر فإذن الجسيم داخل البئر يتحرك كأنه الصنوصويدل ويف متموج يتموج لكن في الخارج في الخارج نتوقع بأنه البوتينشل يقول إلى الصفر بسرعة ليش لأنه البوتينشل في هذه الفيزياء النووية عبارة عن short range short range potential or force فلذلك أتى الحل عبارة عن C اللي هو normalization constant exponential minus K2 في R K2 تختلف عن K1 ليش لأنه في K2 خارج البئر لا يوجد potential فلذلك تصبح المعادلة 2M E0 على H-bar تربيع كله تحت الجد فلذلك هذا عبارة عن decaying فلذلك لاحظوا كلما زادت الر كلما زادت الر أصبح potential أقل وأقل ويهبط إلى الصفر بسرعة بسرعة يتلاشى بسرعة الآن لاحظوا يا جماع بدنا نجري حل لهذا النظام لاحظوا أنه عندي أنا normalization constant 1 normalization constant 2 عندي 2 normalization constant عندي K1 والK2 هاي تحتوي على potential تحتوي على potential V node E0 معروفة اللي هي عبارة عن binding energy اللي هي كامل الطاقة التي يمتلكها جسيمة ديوترون اللي هي عبارة عن الbinding energy ففي هذه الحالة سنبحث عن V node ما هو potential ما هو عمق هذا البئر الذي يمثل نظام ديوترون أو يمثل البوتينشل الذي يقع فيه ديوترون فلذلك للبحث عن حل هذه المعادلة بدنا نبحث بدنا نحاول أن نجري حلا لK1 وK2 بحيث أنه نحصل على V node فنجري حلا من خلال ما يسمى boundary conditions والboundary conditions or continuity conditions أخذنا واحد منهم عند الأطراف عند الصفر وعند المال نهاية خلصنا منهم لكن هناك boundary conditions at R or اللي يسموها continuity conditions عند الر تساوي عند الر تساوي R عند الر تساوي R طبعا أنا هاي الزيرو يفترض أني شلتها أنا شلتها بس ما عملت رن للبرنامج مرة ثانية عشان يشيلها هي بدي أعتبرها R فلذلك لاحظوا سمحوني للرجوع إلى هنا فلذلك الدالة الموجية هنا اللي هي الصونوسويدل تميز بالصين صين يجب أن تكون متصلة مع الويف فانكشن عندما تذهب إلى الخارج متصلة ليش إذا لم تكن متصلة معناته هاي لا تمثل حل فيزياء مقبول لا تمثل هاي الموجة عندما هاي الجسيمة عندما تريد الخروج يجب أن تكون أيش تخرج لكن يجب وقت الخروج أن تكون متصلة كفانكشن لازم يكون متصل بما قبله فلذلك سنبحث عن الاتصال سنبحث عن الاتصال عند R تساوي R فالآن عند الار تساوي R يجب أن يكون الصين A صين K 1 R يساوي C exponential كذا كذا فلذلك فلذلك بدي أنا هاي تحلوها أنتو لحالكم بدي تحلوها لحالكم لكن أنا بدي أذكر لكم إياها كلاما بدي أنتو تكتبوها بإيديكم فلذلك عند الار ستكون U of R تساوي U of R من اليمين الآن هاي شو تساوي A صين K 1 capital R ملاحظين capital R تساوي C exponential minus K 2 capital R هاي بدي تعملوها أنتو هاي تعملوها أنتو هايحطوا عندها معادلة رقم واحد أيضا الواف فانكشن المشتقة الأولى للواف فانكشن يجب أن تكون متصلة أيضا يجب أن تكون متصلة طيب ما هي المشتقة الأولى لهذا الاقتران المشتقة الأولى لهذا الاقتران اللي هي عبارة عن K 1 في A في كوساين لاحظوا كوساين K 1 عند capital R capital R تساوي الآن اشتقوا هاي شو راح تطلع مشتقتها minus K2 C في Exponential minus K2 capital R مزبوط ولا لا هيحطوا عندها معادلة معادلة اثنين اقسم المعادلتين على بعض فالA مع A راح تروح شو ظلي من عفوا اقسم المعادلتين على بعض اقسم المعادلة الرقم 2 على المعادلة رقم 1 بدي تشتغلوها بإيديكو هاي فلما نقسم هن راح تطلع K 1 والA مع A اللي هي في الاقتران العادي مع L في المشتقة راح يروح مع بعض هاي ثوابت يصير عندك كوساين على صاين كوساين على صاين اللي هي كوتان 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 اللي هي عبارة عن K1 capital R تساوي لاحظوا السي والسي راح تروح مع بعض من المعادلتين اللي هي 2 تقسيم 1 يظل عندك K2 لأنه لاحظوا هاي مشتقتها فيها K2 وال Exponation راح يروح مع بعض فتطلع هذه المعادلة الآن هذه المعادلة كيف بدأ حلها هذه المعادلة كيف بدأ حلها هذه المعادلة يعني حلولها قد تكون معقدة بالنسبة للبعض بس نحاول إن شاء الله أن نبسطها يمكن أن نجري حلها لهذه المعادلة عن طريق الرسم لكن قبل الرسم خلينا نفترض لأتي Since the binding energy of the neutron اللي هي E0 E0 معروفة يا جماع E0 معروفة اللي عبارة عن 2.2 2.5 ميجا إلكترون أنا اختصرت هنا 2.2 ميجا إلكترون لأنه هذه الـ binding انرجي هذه الطاقة التي يمتلكها هذا النظام هذه total energy التي يمتلكها هذا النظام الـ binding energy is expected to be much smaller much smaller than the depth of the potential هنا than than the depth than than the depth of the potential راح تكون أقل بكثير من عمق هذا البئر كقيمة مطلقة فلذلك E0 راح تكون أقل أقل بكثير من V هذا المتوقع هذا المتوقع الآن خلينا نشوف كيف ممكن نحسب We can rewrite the previous equation أستطيع أني أكتب هذه المعادلة السابقة أكتبها بالشكل التالي الآن خلينا نقسم على على K1 فراح تطلع بالطرف الثاني ناقص K2 على K1 ناقص K2 على K1 طيب اقلبوها يا جماعة شو راح تطلع ناقص K1 على K2 هي ناقص K1 على K2 طيب لما نقلب الكوتان شو تصبح تصبح تان لأن الكوتان هي كوسين على سين لما تقلبها تصير سين على كوسين فتصبح تان تان تصبح ماينس K1 على K2 وتساوي الآن K1 و K2 تعالوا خلينا نرجع لورا شوية K1 و K2 فيهن 2M 2M هذول يروحن مع بعض لما يكون نقص معه Hbar و Hbar هذول يروحن مع بعض ولا لا يروحن مع بعض فراح تطلع عننا يا جما الكي ون شو فيها فيها V نوت ناقص E0 هاي V0 ناقص E0 على الكي تو فيها E0 فقط طيب يا جما الآن لنفترض أن هذا الحد هذا الحد طبعا هنا ناسين إشارة سالب أنا آسف رايح أرجع لها أعدلها في عنا هاي الناقص الآن لنفترض أنه هذا التيرم هذا الجذر كاملا هو عبارة عن B عن X كل هذا الجذر عبارة عن X الX شو تحتوي تحتوي V نوت تحتوي V نوت وال E0 معروفة الآن لاحظوا يا جماعة هنا TAN TAN الكي ون R كي ون R الآن هذه الكي ون R بدأ حولها إلى X أيضا بدأ حولها إلى X كيف حولها إلى X الآن لاحظوا يا جماعة X تساوي كذا 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 B تساوي M P C تربيع في E0 على H بار تربيع في R في R وتساوي كمية ثابتة طيب الآن هاي لو بدأ أكتبها ثاني مرة يا جماعة لو بدأ أكتبها ثاني مرة الكي واحد ارجعوا لها للاعلى الكي واحد الكي واحد فيها 2M على H bar 2M على H bar فلاحظوا فلاحظوا هنا لاحظوا MP لحالة طبعا في C تربيع أفضل أين رحنا هنا ضربنا في C تربيع ضربنا في C تربيع لاحظين على H bar H bar خلينا أرجع على أساس نعرف الآن لاحظوا هاي هاي عبارة عن هاي ال H bar موجودة هنا الماينس الماينس E هاي بدأ أقسمها إلى قسمين في وحدة تعتمد على V نوت وفي وحدة تعتمد على الماينس E 0 الآن خلينا أشوف X كيف عرفنا X هاي الماينس عفوا V 0 ناقص E 0 هاي 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 شو تساوي هاي 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 تساوي X فهاي الكمية تساوي على E 0 تساوي X الآن أضرب الطرفين بجذر E جذر E 0 شو تصبح V 0 ناقص E 0 تساوي جذر E 0 في X جذر E 0 في X خلينا أرجع سارحوني أنا أتنقل كثير فإذا هاي هاي شو تصبح V 0 ناقص E 0 هاي تصبح عبارة يا جماعة عبارة عن X طبعا طب بدأ شيله من تحت الجذر X في جذر E 0 جذر E 0 دخل هنا فتصبح MP في E 0 على H بار تربيع MP في E 0 على H بار تربيع مضروبة في X هذا K1 طبعا MP في E 0 على H بار تربيع هاي عبارة عن عبارة عن اللي هي B ومضروبة في X فطلعت هنا عنا X فهي بدأت تشتغلوها بإيديكم بدأت تشتغلوها بإيديكم فطلعت هنا B X B X فلاحظوا tan B X وال B ثابت تساوي minus X minus X هنا طبعا يجب أن تكون مضروبة أيضا في C تربيع هنا أيضا هذا سامحوني على الخطأ الطباعي هنا أيضا في C تربيع C تربيع في R والR معروفة هذه قيمة B طلعت 48% 48% إذا افترضنا أن E0 هي عبارة عن Binding Energy وهي كذلك والR هي عبارة عن 2.1 2.1 من التجربة الآن أيضا من التجربة من السكتر الانتجربة هو 2.1 فعوضناها هنا فطلعت عبارة عن 48% و H bar C هنا يجب أن تكون C تربية H bar C تساوي 197.3 فاصلة ثلاث هذه تركو الكوياه تحسبوها ميجا إلكترون فولت فمتوميتر فمتوميتر هذه قيمتها فهنا راح تطلع 197.3 تربيع لأنه H bar تربيع في C تربيع هنا الآن كيف بدي أحسب ما هي قيمة X التي تحقق المعادلة هذه تحقق المعادلة هذه القيمة X التي تحقق هذه المعادلة يجب أن تتم عن طريق الرسم لأنه صعب أني أحسبها صعب أني أحسب ها باي أناليتيك لازم أحسبها يا فلذلك سأرسم سأرسم الماينس X وسأرسم التان BX اللي هي التان 48% X 48% X فالآن رسمة التان BX اللي هي 48% X هي بالخطوط الحمراء هاي جاي من هنا للأعلى هاي جاي من هنا للأعلى الآن بدنا كمان نرسم الماينس X الماينس X اللي هي إيش السلوب تابعه بالسالب فتطلع خط مستقيم سلوبها السالب الآن أين تلتقي هذه الخطوط عندما تلتقي هذه الخطوط معناته أن الخط الأسود قيمة الخط الأسود تساوي قيمة الخط الأحمر بمعنى آخر أن المعادلة هنا تتساوي تتساوي إذا التقت الخطوط أو الكير بمعنى آخر هذه القيم X التي تتساوي عندها هذه المعادلة قيم X التي تكون عندها التان بي اكس تساوي الماينس اكس ونحن نبحث عن مساواة هنا فلذلك اول مساواة طلعت عندنا عند ايش عند الصفر عند الصفر فاذا اكس تساوي صفر لكن ال اكس تساوي صفر هذا بدنا نحملها شو السبب السبب لانه اذا كانت ال اكس تساوي صفر معناته ال اه ال هنا راح تطلع عنا كلها صفر بمعنى اخر ال في نوت ناقص اي زيرو تساوي صفر ولا يعقل ان يكون هذا هذا ال ديوترون جاي في قعر البئر جاي في قعر البئر لا يمكن لازم تكون في عنده طاقة الان لاحظوا القيمة الثانية التي التقى عندها هذان الكيربان هي عند ال اكس تساوي 3.8 3.8 اذا بدل ال اكس بدأ عوض 3.8 ال ايزيرو بدأ عوض مكانها 2.2 ونشرب من خلالها ال في نوت فالفي نوت لما تحسبها من خلال هذه العلاقة لما تكون ال اكس 3.8 راح تطلع عندك ال في نوت هي عبارة عن 33.9 ميجا الكترون فورت ميجا الكترون فورت بمعنى اخر تقريبا 34 ميجا الكترون فورت ميجا الكترون فورت فلذلك عمق هذا البئر عمق هذا البئر يا جماعة شو راح يكون تقريبا تقريبا 34 ميجا الكترون فورت ميجا الكترون فورت أخرى يحسبوها بهذا أو يقدروها بهذا المقدار اللي هي 35 لكن أنا لما حسبت طلعت عندي اللي هي 34 34 ميجا إلكترون هاي بالنسبة لقيمة قيمة الفي نوت اللي هو عمق بئر الجهد الذي يوجد به الديوترون فلذلك هذا الديوترون الديوترون إحدى الجسيمات فيه اللي هو بروتون ونيوترون لنفترض البروتون خلينا نفترض النيوترون بلاش نخربط مع الشحن الكهربائي النيوترون سيولد جهدا سيولد جهدا جهدا يؤثر في البروتون ومقدار هذا الجهد هو عبارة عن 34 ميجا إلكترون سيولد جهدا ومقدار هذا الجهد 34 ميجا إلكترون ميجا إلكترون ميجا إلكترون ميجا إلكترون ميجا إلكترون ملاحظين يا جماعة هذا هو مقدار مقدار الجهد الذي يولده النيوترون والذي يؤثر في البروتون لكن الآن الطاقة الكلية لهذا النظام الطاقة الكلية لهذا النظام شو تساوي؟ تساوي عبارة عن 2.2 هذه الطاقة الكلية الموجودة مع النظام 2.2 طبعا بالسالب طيب في ناس يقول لي يعني شو الفرق بين البوتينشل وبين الطاقة الكلية خلينا أعطيكم مثال على ذلك لنفترض نظام درة الهايدروجين نظام درة الهايدروجين في نظام درة الهايدروجين في عندي البوتينشل الكهربائي الذي يولده البروتون ويؤثر في الالكترون طيب الآن المسافة بين الالكترون والبروتون والالكترون تساوي واحد اللي هو نصف قطر بور نصف قطر بور وقطر بور معروف قطر بور معروف اللي هي نصف أنجستروم تساوي واحد أنجستروم فهي تطلع نصف أنجستروم المسافة نصف أنجستروم الآن لاحظوا يا جماعة إذا جيت تحسب البوتينشيال الكهربائي اللي هو عبارة عن 9 ضرب 10 قوة 9 اللي واحد على 4 باي إبسلون نوت حاولوا إذا تحبوا تحسبوها في E تربيع طبعا بالسالب لأن واحدها شحنة موجب وواحدها شحنة سالبة سالب E تربيع اللي هي 1.6 بال10 ضرب 10 قوة ناقص 19 الكل تربيع على نصف أنغستروم اللي هي عبارة عن نصف ضرب 10 قوة ناقص 10 قوة ناقص 10 الكل تربيع حاولوا حسبوها راح تطلع معكم بإيش راح تطلع عفوا هاي بدون تربيع نصف ضرب 10 قوة ناقص 10 لأنه هذا بوتينشيال شو راح تطلع معكم يا جماعة راح تطلع معكم بالجول في هذه الحالة حاولوها للإلكترون فورت حاولوها للإلكترون فورت اقسموا على شحنة الإلكترون بمعنى آخر هذا أنا كلام أحكيه بس حاولوا اكتبوه الله يعينكم حاولوا اكتبوه فإذا بدك تحولها للإلكترون فورت راح يطلع على البوتينشيال 9 ضرب 10 قوة 9 ضرب سالب 1.6 بال10 1.6 بال10 ضرب 10 قوة ناقص 19 على على اللي هي نصف ضرب 10 قوة ناقص 10 الآن هاي لما قسمنا على واحد من شحنات الإلكترون راحت فأصبحت عندي الشحنة واحدة فقط الآن لو جيتوا تضربوها يا جماعة مع بعضها بعضاً 9 ضرب 1.6 بال10 ممكن أني أحسبلكوا إياها على السريع اللي هي 9 ضرب لما نحكي 1.6 بال10 تقسيم نصف تطلع 32 اللي هي 3 و 2 3 و 2 تطلع عبارة عن 28 28 28 يبقى الأسس الأسس 10 قوة 9 مع الضرب 10 قوة ناقص 16 ناقص 16 خلينا نحسبها اللي هي عبارة الأسس راح تكون 9 ناقص عبارة عن 16 زائد 10 زائد 10 لأنه في عنا الآن قسرم اللي هي 10 قوة 10 فتطلع عبارة عن ضرب 10 قوة 3 فطلع هذا البوتينشيل طلع هذا البوتينشيل 28 ضرب 10 قوة 3 إذا كانت حساباتي صحيحة 100% الآن لاحظوا يا جماعة لاحظوا يا جماعة أنه البوتينشيل طلع سالب 28 فرضا سالب 28 لكن ما هي الطاقة المتبادلة كامل الطاقة التي يمتلكها الإلكترون كامل الطاقة التي يمتلكها الإلكترون هي عبارة عن ناقص 13.6 شو اللي جاب 28 لناقص 13 تقريبا أنا حسبتها سابقا بس الآن حساباتي كانت سريعة كامل الطاقة التي يمتلكها الإلكترون حسبتها سابقا تساوي كقيمة قياسية تساوي نصف البوتينشل بين البروتون والإلكترون تساوي نصف البوتينشل فلذلك لاحظوا البوتينشل هو عبارة عن 28.8 28.8 لكن طاقة الإلكترون هي عبارة عن 13.6 ملاحظين كيف؟ فلذلك هاي نفس الوضع الطاقة التي يمتلكها الديوترون هي عبارة عن 2.2 لكن البوتينشل الذي يقع فيه هذا الديوترون هو عبارة عن 34 ميجا إلكترون فولت طيب ليش صارت الطاقة الكلية بهذا الشكل؟ لأنه الديوترون يمتلك طاقة حركية سواء طاقة دورانية طاقة انتقالية وهكذا وهي على الأغلب طاقة طاقة يعني بشكل عام طاقة حركية فلذلك الطاقة الحركية يا جمع في هذه الحالة شو راح تكون؟ راح تكون عبارة عن 34 ناقص 2.2 فتطلع طاقة الديوترون الحركية موجب 31.8 هي طاقة الحركية فلذلك طاقة الحركية موجبة زائد البوتينشل ناقص 33.9 شو راح تطلع؟ راح تطلع 2.2 ميجا إلكترون فولت وبالسالب ليش بالسالب؟ لأن هذا الجسم لسه باوندد لسه باوندد هذا مقيد مقيد إن شاء الله تكون الفكرة واضحة فإذا راح أنا أصحح هذه الأخطاء الطباعية إن شاء الله إن شاء الله تكون الفكرة واضحة لماذا إنه البوتينشل 34 وكامل الطاقة 2.2 أرجو أنها تكون واضحة التوتل انرجي هي عبارة عن طاقة حركية زائد بوتينشل الطاقة الحركية دائما موجبة موجبة والبوتينشل هنا سالب فلذلك الطاقة الحركية طلعت طاقة حركية كبيرة بحيث أنه أصبحت الطاقة الكلية لما جمعناهم مع بعض فيه إشي موجب طاقة حركية موجب والبوتينشل سالب لما جمعناهم مع بعض صفت القيمة اللي هي ناقص 2.2 ميجا إلكترون فولت وهي كامل الطاقة كامل الطاقة هذا بالنسبة لمحاضرتنا لهذا اليوم راح ننشاء الله المحاضرة القادمة نكمل عن بعض خصاص ديوترون أتركوا العافية ودمتم بخير ترجمة نانسي قنقر